السلام عليكم ورحمة الله اليوم في سنة الأولى بكالوري علم ريادية تمري الأول يقول أن نفقد أن تكون الإنصب الثالث هو l'ensemble des éléments x plus y على 1 plus x y بحيث أن le couple x y appartient à moins 1 au carré سؤال هو montré بأن A انسامي إلى الآخرين من المجال ناقسم النهاية واحد donc A اتنكلي دون moins l'infini 1 donc قبل ما نتجهو l'إجابة على السؤال لابد دا ندكر بواحد مسألة مهمة لابد نكملون بينا بينا واحد l'ensemble A اتنكلي دون l'ensemble B فهنا خصنا نبينه بأنه كلك سوى x من A يعني بأن x راكين تامي لبين إذن هذه مهمة بزاف باش نعرفه كيفاش نتعاوله مع التمرين إذن أول حاجة غن ناخده واحد العنصر A من X إذن بمعنى آخر إلا بغينا نجوب على السؤال شنو معنى A include dans l'intervalle moins l'infini A معنى أنه مهما يكون A ينتمي إلى A كبيرة كنلقوا بأن هذا A راك صغر من واحد بمعنى آخر نحن خصنا نفترضو أن A ينتمي إلى A ونبينو بأنه A يعني إذا كان A ينتمي إلى A فإن A لابد يكون صغر من واحد إذن نفوا سيبوزي ك ونبينو بأنه ينتمي إلى A وإنتمي إلى A مهما ينتمي إلى A ونبينو بأنه ينتمي إلى A إذن سنبين بأن هذا A ينتبه المجال الناقص مالا نهاية واحد سوف نرى الشرط لدينا على X و Y لذلك هناك X يمتلك مع 1 و Y يمتلك مع 1 سوف نبينه بأن هذا المنبر A رأي صار من واحد مانترون ك مانترون ك X بلس Y سور 1 بلس X Y إتنفريور A 1 طيب هذا السؤال هذا أو هذه العملية هذه ممكننا نبينها بتكافؤات متجدية أو بستلزام نبينها بتكافؤات متجدية؟ ثم بتكافؤات متجدية تنعرفوا بأن X و Y محصورة بناقص 1 و 1 لأن X و Y محصورة بناقص 1 و 1 باستعمال تقنية استطاع غلقوا بأن X و Y محصورة بناقص 1 و 1 و لدفنا واحد غلقوا بناقص 1 و هناك سفر يعني أن هذا المنبر بمعنى آخر يمكن أن نضرب هناك طرفين 1 بلس X Y ثم مزيان سا إكيفارون أكوة كل شيء لطرف واحد تولي X موان 1 1 1 0 سا إكيفارون أكوة لأن العمل هنا بX تولي A-Y 1 1 1 0 لاحظت معي بأننا عندي x ما بين ناقص واحد واحد يدريك ما بين ناقص واحد واحد donc or on a x يعني صغر من واحد و y صغر من واحد كيس كسا امبليك سا امبليك ك 1 moins y positif et x moins 1 نégatif ستا دير بما أننا واحد في موجة واحد لآخر سالي إذن 1-y فاكتور de 1 de x-1 c'est un nombre نégatif إلا كان هذا الجوداء سالي بمعنى أنه هذه العلاقة الأولى رأسحيحة يعني بمعنى أنه implique que x plus y على x y plus 1 inférieur à 1 donc ce qui fallait démontrer إذن donc أتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح ونطلقى إن شاء الله في فيديو آخر